النهاردة بس خدت أعظم وسام في حياتي والحقيقة ده تاني وسام الأولاني من هنا لما جات المسرح وفرحت بيئة والتاني جواب شكر من زعيم الأمة ساعد زغلول من لازم نكمل ونستمر لحد ما نوصل صوتنا للمحتل الإنجليزي والنغص عليه عشته من هنا لحد ما يرحم أبو الأنجاب جالك إنذار من المؤتمر البريطان ولا أهمنا فين الشيخ سايد لسه مرجعش من إسكندرية فكر في إيه؟ هتقدم إيه؟ أنا بفكر أعمل فرقة تانية والفرقتين يقدموا أبركمك بمضمون وطني مش فاهم أنا كيب يعني إيه؟ أنا بفكر أقدم رواية تحكي عن تاريخ مصر مع الاستعمار ليه مصر يحكمها المحتل؟ سواء كانوا عثمانيين ولا ماليك فرنسويين ولا إنجليز ليه ميحكمهاش حد من أولادها؟ وده مضمون رواية العشرة الطيبة وإنت اللي هتخرج؟ لأ، أنا هصالح بالرواية دي صديقي العمر عزيز عيد محدش يقدر يقومه من الكنبة اللاعد عليها غد أنت يا استفان وخد معاك عمر وصفي أيوة لو مرضيش عشيلوا بالكنبة يا أخي وهاتوا هلئلك؟ هاتوا عمر وصف معاك ليه؟ مش جاي ومش غال هو الشغل بالعفية يا عزيز أنا جايه اطمن عليك وأشوف عملتي ايه مع نجيب ألاقيك بترفض مرساله؟ يعني روحتيلو واتحايلت عليه، مش كده؟ وغلوتك عندي والعشو المالحة ما حصل على الفكرة عزيز نجيبي بفكر من بدري في الخطوة دي قوم بقى معانا وبطل غلبة ومقوحة وعلا يا الكنبة لازق فيك؟ ايه دا؟ tidak.. tidak.. لا.. يا استيفان يا بديعة لا.. نزلوني بقولكوا نزلوني نزلني يا وصفي أنت بتضحك يا استيفان نزلوني نزلوه نزلني نزلوه بقا خلاص إيه؟ انت جايب الكنبة؟ أنا قلت ان عايزه هو بس ايوه اماموط ماثمر في الكنبة نجيب عمل إيه؟ كيسي نجيب دعيتني بلطة جاعة للي يأخدوني؟ يا أخي مش شغال مش شغال ولقلتلك ان احنا كلنا واقعين في عرضك انا باخد مصرح تاني غير مصرح الايجيبسيانة اللي بقدم عليه عروضي أجرت مصرح دي بريء بألف جنيه في الشهر وهصرف على رواية العشرة الطيبة وميزانية مفتوحة يمكن تلات أربعة تلاف وقول لي بقى وانت مش كان حلمك طول عمرك تقدم مصرح مصري صرف معاك أحسن فرقة هو وهصرف عليها دم قلبي ومعاك فرقة من أحسن نجوم مصر هتعمل ايه؟ طب تخرجها انت سينا جيب لا انا منفعش الرواية دي عايزة حد عبقاري كده زيك منفعش حد يخرجها اللي انت ام يعني انت كده عندك فرقتين مش فرقة واحدة وانت يخصك في ايه عنده فرقة ولا فرقتين الراجل جاي استثمر فلوسه في الفن ما راحش يستثمرها في القطن ولا في البورصة ولا حتى يصرفها زي كش كش بيه راجل ابن حلال عايز يخدم اخواته وزميله ويقدم عمل فرني محترم وافق يا أستاذ عزيز عايزين نشتغل اه قلت ايه ما تنتق خلاص انا موافق بس عندي شروط خير اللي هيعمل البطولة الغنائية زكي مراد يا السلام موافق طبعا واللي يلحن الشيخ سيد درويش يا السلام موافق ده حتى الرواية عنده في اسكندرية وقاعد شغال عليها لما هيخلص هيجيبها وييجي ايه عندها شروط تانية خلاص انا موافق يا السلام وحد ده بروفا دلوقتي حالا فين الرواية وهشتغل كده وانت حافي ما انتوا اللي جايبيني كده وادي الرواية مبروك يا عزيز يلا بينا اتفضلوا وانت يا بديع هتشتغل معايا ولا مع عزيز طبعا هتقولي عزيز هجاوبك عالسؤال ده لما ارجع من السفق فانتزارك نجيب خد بالك من نفسك ومن عزيز انتوا الاثنين فنانين كبار قوي ده من زوئك وربار مع السلامة خد بالك من نفسك تروح وتيجي بالسلامة اشترك في بقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش وبقات سنوية تبدأ من 150 جنيه